موسيقى سلام الله عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم معنا في قراءة لعنوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم والتي نستهلها بقراءة سريعة في الجرائد الجزائرية الشروق ترصيم زيادات الكهرباء والوقود في جنح الليل الوزير بن خلف انسحب والمعركة استمرت للخامس صباحا ولجنة المالية تقر سبعة ملايين غرامة لكل من يشتري سيارة جديدة البلاد حدائق بابل ونهر دبي قريبا بالعاصمة وادي الحراش من الرواح الكريهة الى منتجع للعاصميين امطار الطوفانية تحدث الطوارئ بوراية عدة سعدان يعمر الوابه بالمصادق على خانون المالية ومنع تعديلات حنون الخبر الجنرال حسان يتعن في الحكم بحبسه خانون المالية يحدث فتنة في البرلمان الحكومة تفشل في خرصة المؤسسات العمومية الكبرى الفجر الحكم على الجنرال حسان بخمس سنوات سجن نافذة اخر ساعة ادانة الجنرال حسان بخمس سنوات سجن نافذة في محاكمة سرية استفادة مليوني فاللاح من الضمان الاجتماعي المحور حنون تسر على مقابلة متفليقة متهمة الوزير بن خالفة بالخيانة العظمى ووصفت مشروع قانون المالية بمثابة اعلان حرب على الدولة والمجتمع لبردي الجنرال حسان كوندني حسين تون دو تيزون خارم مشاهدي الكرام لتسليط الضوء على بعض العنوين الهمة معي ضيفي وزميلي الصحفي السيد علي دراع زميلي علي مرحبا بك مرحبا بك اخي الشروق 14 ساعة من الشد والمد بين المولاة والمعارضة انتهت باسقاط المادة 66 وتعديل المادة 71 يفجر غضب النواب ما سبب هذه الصراعات داخل البرلمان في بداية السلام عليكم وتحية الى كل مشاهدي المغاربية وعليكم السلام ورحمة الله اعتقد وحسب المعلومات المتوفرة لأن هناك صراع كبير جدا على مستوى اعلى هارم السلطة من اجل التوجهات المستقبل ولذا اصبح النظام في حالة لا يحسد عليها السلطة اصبحت تحاول ان تجد سيغ لتحير امورها اليومية ساعة بساعة وهذا نتيجة لصراعات الان صراعات اصبحت مكشوفة للعلوم واصبح الناس ينادون من كانوا في النظام ينادون بتطبيق عقوبات على ناس مواطنين اخرين اصبحوا الان مهددين بان تطبق عليهم قوانين هم انفسهم فالنظام الحالي والبرلمان تابع للنظام الحالي هو تابع لاجنحة داخل النظام وليس تابع لشخص النظام فكل انسان داخل البرلمان كان مزكة من طرف مجموعة او من شخص داخل هرم السلطة فاذا اهتز هذا الهرم بالطبيعي انه يهتز تهتز جنحة البرلمان ويصبح السراع داخل النظام داخل البرلمان لان هذا البرلمان هذا لم يكن برلمان منتخب بصفة ديمقراطية ولا بصفة حريات المتفق عليها المجموعة وانا منهم كنا ننادي بحريات اكتر وبشفافية اكتر وبالانتخابات نزيها اكتر فايتابعي الشهاد البرلمان الذي نحن امامه كان مر بطريقة غير نزيها وكان فيها تصوير كبير حتى كان معلن بصفة علنية لكل الناس فبطبيعة الحال انه لما نصل وتتمثل مصالح فئة على فئة فتضطر الفئة او الجهة هذه انا ما نقولش طبقات لليست هناك طبقات ولكن فيها فئات داخل النظام مصالحها محسونة ومحفوظة بقوانات لما تصبح هذه القوانات الفئة ممكن تمس من طرف بواد من مواد القانون المالية تتحرك هذه العناصر او البيادق وتحرك عناصرها داخل البرلمان لتغيير الجو هذا ما وقع حسب رأيي وحسب المعلومات المتوفرة لديها ان هناك اجنحة داخل السلطة متفارعة والسراع ليس فقط من اجل قانون المالية ولكن لتعكير الجو العام وإدخال البلاد فيما لا يحدد عقباه البلاد انا اعتقد انها انهم يريدونها ان تدخل مثل ما دخلت كل الدول العربية في السراعات الدموية لا قدرنا هؤلاء يبحثون على خلق السراع داخل البرلمان والخروج من البرلمان الى الشارع هذه هي اعتقد رأيه فيما يدونه داخل البرلمان اذا حسب رأيكم او حسب اجابتكم فان الصراع هو في الهرم وينعكس هذا الصراع على البرلمان فهل هذا يعني هل هذا يعني ان هناك قوى تضغط على النواب واجبارهم على تمرير القانون طبعا هناك قوى هذه القوى مسيرة من طرف المنظمات الدولية مثل صندوق المنظم الدولي ومن طرف اجهزة ومن طرف اجهزة او تنظيمات دولية لتابع لها قانون المالية هي التي تراقب القانون المالية وتراقب المؤسسات المالية الجزائرية وفيه مؤسسات اقتصادية مالية عالمية لعندها مصلحة كبرى لتمرير هذه القوانين الجديدة في قانون المالية الحالي هذه تضغط على الجهاز التنفيذي او جزء بالجهاز التنفيذي وهو حكومة وتريد تمرير هذه القوانين بطريقة قانونية عن طريق النواب ونحن نعرف أن في الحكومة هناك سراع كبير جدا بمأجنة حتى الحكومة في حدتها من هو رادي ومن هو غير رادي يعني حتى عناصر الحكومة تابعين لعناصر داخل هياكل النظام في من يريد تمرير هذا القانون بحادة ذلك وفيه هناك من يقول لا ممكن هذه التفجد من الوضع ويصبح الوضع لا يطاق ولا يحتمل حتى داخل النظام الحكم يعني حكومة وبرلابان غير متفق على شيء واحد وسبق كان تعطى الأوامر لرؤساء الأحزاب وتعطى الأوامر للرؤساء الأحزاب للنواب ويمروا ما يريدون الآن يصبح حتى رئيس حزب لما يعطي الأوامر للنواب لا يمرونش بكل ما يريد لكن هناك من يرى بأن هذه القوى الضغطة أصبحت قوى مالية يعني من قبل من قبل كانت قوى باسم الشرعية الثورية أو باسم الوطنية لكن أصبحت الآن قوى حسب محللون قوى ذات ضغط مالي فما رأيكم فعلا وفي السابق أطغى على تسيير البلاد ما يسمى وليس بهذا ما يسمى بالشرعية الثورية الشرعية التي اعتبرها امتداد للثورة ولكن للأسف كانت الثورة المضادة هي التي كانت تسيير في البلاد لكن ما ليش نقبلها بتسمية الآن فيه لوبيات جديدة تبنات على أساس ريع أو الريوع الموزعة في السنوات الأخيرة على أشخاص معينين وكيفية توزيع المال العام وعدم مراقبة المال العام ومن يستفيد من المال العام هذه الناس ابنت نفسها وتحاول تكون نفسها كلوبي أو كلوبيات لتحل محل المؤسسات التقليدية القادمة وهي المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة الرئاسية فكت مؤسساتها في السابق كانوا هم اللي يتفقوا اثنين يتفقوا تلفين جهة معهم هم اللي يسيروا البلد الآن اصبح فيه تراجع بالنسبة لهذه التقسيمات ووقع قسام كبير داخل هذه التقسيمات وتطاهم وفيه صراعات كبيرة داخلها فتدخلت مصالح المال وحبها هي التي تسيطر على كيفية تسير المجتمع وكيفية استلام السلطة في المستقبل بالمال يمكن حسب رأيهم أن يصلوا إلى تسير المجتمع إذن حسب هل أمينة حزب العمال التي تتهم الوزير بن خالفة بالخيانة العظمى وتصف مشروع قانون المالية بالحرب على الدولة والمجتمع وتصر على مقابلة الرئيس حسب ما نشرته جريدة المحور هل يؤقل أن يجهل بوتفليقة ما يخفيه أو ما تخفيه بنود وقوانين هذا المشروع أنا أعتقد النظام الحالي هو نفسه لم يتغير بوتفليقة هو رئيس النظام الحالي يعلم أو لا يعلم كل الأمور تمشي باسمه هو الموقع فيها أولاً ثاني إن السيدة الوزح النون رئيس حزب العمال هي أضوة في النظام الحالي هي أضوة وفعال وأنها علاقات كبيرة جداً مع أعلى سلطة أو في أعلى سلطة هارم الدولة أو سلطة النظام فأنا قلت في البداية أن هناك سراع داخل أجهزة النظام أو في أعزاء هارم السلطة فهي تنتبه إلى هذا السراع وتنتبه إلى هذا أبداً تتهم شخص بالخيانة العظمى المفروض المجتمع والمفروض المشرع والمفروض الراجل القانون يعني القادي أو النايب العام نستدعى يقول أن نجدنا وطاق الخيانة العظمى كبيرة كلمة كبيرة جداً نعم كلمة كبيرة أننا نخين شخص بالخيانة العظمى أنا لا أدفع على هذا بخلفها لأنه ليس صديقي ولا أعرفه ولا أتفق أحتمى سياسته لكن أنا كإعلامي لما أسمع هذه الأراءة أخاص أخاص أن تتوسع الاتهيمات إلى كل منها بودت أنه يتهم فلان بأن لا وليس له دليل على ذلك وهذه أشياء راي تداول في مجتمعنا وتفتعر أحزابنا واحد التهم الأخر والقانون لا يتابع كل من يقول هذه الكلمات إذن ما ما معنى أن تقول هذه الكلمات سيدة ويقولها شخص آخر في قانات أخرى تغلق هذه القانات من أجل أنه قال كلمات أقل من هذه في اتهام التاعو آخر آخر سؤال ربما لأنكم تكلمتم عن الاتهامات والأدلة صحيفة آخر ساعة تكتب عن إدانة الجنرال حسان وتصفها بالمحاكمة السرية فيما يراها مراقبون تصفية حسابات بين أجنحة متصارعة في هرم السلطة ما تحليلكم لهذا الخبر وفعلا المحاكمة حسب المحامين المحامين القضية تمت في طريقة طريقة سرية حتى الإجراء عن طريقة سرية المحكمة العسكرية كان من حقها أو أي محكمة ولكن تأخذ قرار في أثناء المحاكمة وتعلم في نفس الجنر أن المحاكمة محاكمة سرية التي لم يتم منعه كل الناس لما يدخلوا للقاعة ولم يكون فيها قرار للمحكمة يعني أماري للتريبيناميريدا هذا الأول ثانيا أن المحاكمة تمت لجناح أجنح النظام أو السلطة مثل ما كنت نتكلم هو تصفية نظام من طرف نظام آخر هذا الذي كنا ننادي به أن العدلة تكون فوق الجميع نحن كنا ننادي من متطورة ونطالب تغيير طبيعة النظام حيث تصبح العدلة بعيدة على كل الصراعات السياسوية وبعيدة على كل الأوامر الفئوية وبعيدة كل على ما يعطى لها بالهواتف هذا وصلوا لي هذا الجنح الذي كان يعارضنا داخل السلطة الآن هو أصبح يحاكم من طرف الطرف الآخر محاكمة السيد شعباني محاكمة جماعات أخرى محاكمة حزاب محاكمة هذه كلهم مروا بطرق ممكن يقال عليها ها هو الآن جنرال حسان الذي كان يسير في وقت معين جزء كبير من السلطة أصبح الآن يحاكم من طرف عدالة التي كانت تابعة لجزء منه فهذا النظام يتآكل أعتقد أنه فيها شاشة كبيرة وفي بداية نهاية النظام هذا أنه يشبه يتآكل حتى في أعلى سلطة نصبح في اتفاق كيف يتصير أمور المستقبل كعلى المجتمع البلاد كانوا وقفوا الانتخابات في سنة معين وقالوا سوف نصل للبلاد بأننا نوقف إلى مأمن نؤد به البلاد من كل انحراء ها هم يعودون إلى السفر بهذه الطرق ها هم يعودون لضرب الاستقرار ها هم يعودون إلى ضرب الوحدة الوطنية والمساس بمقونات المجتمع وما أخاف في البداية أنا أخاف بأن يؤد بالجزائر إلى ما هي عليه بعض الدول العربية شكرا لا قدر الله شكرا زميلي علي دراع كنت معنا من الجزائر إلى تونس مشاهدي الكرام مع مرسلنا من هناك وفران حسيني وقراءة في عنوين الصحف التونسية أهلا زميلي نبيل تحية إليك وإلى كافة السادة متابعة قناة المغاربية لازالت الصحف التونسية تكتب في موضوع الإرهاب وتداعياته ونستهل زولتنا بصحيفة الضمير التي عنونت الإعلام وأجند الإرهاب لماذا تصر بعض المنابر على الفتنة وتقسيم التونسيين حيث كتب التضمير أنه في مقابل الضبط والصرامة في تطبيق قانون الإرهاب في الشارع وعلى المواطنين فأن الجهات الحكومية لم تتخذ أي إجراء لضبط حالات إنفلات أخرى تشتغل يوميا على إصارة النعارات وبث الفتنة وتقسيم التونسيين وتابعت الضمير متساعلة أنه سلأن بعض التصريحات الأعلامية حول اتهام الجهات الأمنية بأنها تضم إرهابيين تتنزل في إطار تطبيق قانون الإرهاب قضلا على الشتائم والإدعاء بالبرط وطيفية التهمة التي اختصحت المنابر الأعلامية في تونس عقب كل عملية إرهابية وعظفة الضمير ختاما أن الإرهاب اليوم تحول للأسف الشديد إلى المنابر الإعلامية التي سمحت يوما بأن يرفع الكفن بوجه وزير الداخلية وذلك اعتبرته الضمير خدمة للإرهاب وإعطاء جرائمه معنا وهو الذي يتهدد البلاد والعباد في ذات الموضوع كتبت فحيفة الصباح حامل جرثومة التكفير مستعدون للتفجير الإرهاب الانتحاري واحد من بين 12 ألفا اعتبرت الصباح أن حسام العبدالي منفذ عملية الإرهابية التي جرت ضد قوات الأمن الرئاسي ليس مجرد عنصر إرهابي تم استغلال متواه الفكر والمعرف واستغلالها شاشته النفسية للدفع به إلى طريق الإرهاب بل هو حالة انعكاس لآلاف الشباب من متساكن الأحياء الفقيرة والمنسية والمهمشة الذين يتبنون هذه الأفكار وطبعت الصباح بالقول أن عدوى الأفكار المتطرفة والتكفيرية انتشرت كالنار في الهشين في أحياء تحيي الانتلاقة والتنظام ودوار هيشر غرب العاصمة وهذا ما أكده كاتب الدولة المكلف بالأمن رفيق الشلي أن عدد العناصر التي تم منعها من السفر إلى سوريا والعراق يصل إلى إثم عشر ألف عنصر ختاماً صحيفة الشروق وفي ذات الموضوع الإرهابي تفاصيل مثيرة عن خلية التفجيرات التابعة لتنظيم أنصار الشريعة مخطط المرعب يستهدف العاصمة والمؤسسات أوردت الصحيفة أن تفاصيل حول خلية صنع متفجرات التابعة لتنظيم أنصار الشريعة المحظور وتمكن قوات الأمن من القبض عليها كشفت أن هذه الخلية تتمكن من صنع كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة الهدف منها القيام بسلسلة من التفجرات بالعاصمة واستهداف المؤسسات الأمنية وذلك حسب ما كشفته التحقيقات في أحداث قبلات في ولاية باجة وأوردت الصحيفة أن كمية المحجوزات التي تم السطو عنها عليها من قبل قوات الأمن يصل إلى ثلاثمائة طلقة نارية لسلاح بيط واثنين وسبعون طلقة لسلاح حربية من نوع كراشنكوف قضلا عن مائتين وستين صعقا كهربائيا وخمس بنادق رشاشة من نوع كراشنكوف وبندقية من نوع تيتر وبندقية أخرى رشاشة وقنف وما تم العثور عليها من قبل أعوان الأمن تم الاستقلاء عليها من ثلاث العناصر الإرهابية والمتمثل في عدد بندقيتين من نوع بندقية صيد وعدد من مخازن أخرى تحتوي أسلحة في موضوع آخر كذلك من الشروق هيكلة جديدة للحكومة وتفقيص من عدد الوزراء حيث شدد رئيس الحكومة الأعبيب الصيد على أن تونس خسرت معركة مع الإرهاب لكنها ستربع الحرب ضده واعتبر الصيد في حديثه أمام البرلمان التونسي أن الحكومة وتركيبتها شهدت كثيرا من الانتقادات الكبيرة التي وجهت لها خاصة في سياق كثرة أعضائها وأعضاء رئيس الحكومة أن ظهور الحكومة في هيكلتها الجديدة فيكون في سياق دعم مكافحة الإرهاب والتنمية الجهوية ومقاومة الفساد ودعم الحقوق والحريات وحقوق التونسيين بالخارج وشدد رئيس الحكومة ختاما على أن هذه الملامح ستظهر في هيكلة جديدة وسيتم التقليص في عدد أعضاء الحكومة هذا تقريبا زميلي نبيل مجمل ما كتبته الصحف التونسية التي فضرت اليوم زميلي غفران حسيني أشكرك كنت معنا من تونس ومشاهدي الكرام أخير فقر مع الكاريكاتور اشتركوا في القناة إلى أن نلقاكم مشاهدي الكرام في فرص أخرى أشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة